رحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله رحين نقرأه مع بعض ونحلو تمارين صفحة 40 ونص من صفحة 41 نقرأه مع بعض نص محمد ديب اللي رأوا في صفحة 40 ونجاوبوا على الأسئلة الجزء الأول في صفحة 40 والجزء الثاني في صفحة 41 والفيديو القادم ان شاء الله رحين نحلو تمارين صفحة 41 المتبقية إذن نقرأه مع بعض النص حول محمد ديب ونشرحه ونشوفه مع بعض الأسئلة ونجاوبه عليهم محمد ديب ولد في جوية 920 في تلمسان بالجزائر وتوفيه في 2003 في فرنسا إذن هذه المعلومات الخاصة بمحمد ديب محمد ديب هو كاتب وشاعر وكاتب مسرحيات جزائري لغاند ميزان 1952 the big house لانسان دي 54 اللي هو the fire الحارق واللولة big house المنزل الكبير والدار الكبيرة واند لميتي أتيسي 1957 ذلو إذن احنا في فكشن تريلوجي عفوا ذوك نشوفوها بعد لأنه ما اطرح عليها السؤال ووش معنتها نشوفو ووش معنتها in which he described the Algerian people's awakening to the struggle for independence that began in 1954 إذن هذه الكتابات اللي كتبهم والقصص انتوعوا والنوفلز انتوعوا يحكيونا ويشرحونا ويوصفونا الاستيقاظ انتع الشعب الجزائري من أجل حرب من أجل مقاومة للحرية والاستقلال the trilogy recounts the years between 1938 and 1942 إذن هذه المجموعة من النوفلز تحكينا الحقبة انتع ما بين 38 و42 إذن هذه الفقرة الأولى نشوفو مع بعض الفقرة الثانية deeps later novels نوفلز اللي زي تخرجهمهم بعد portray the french colonial repression of the Algerian people the search for the authentic expression of an Algerian personality the war for independence and its effects إذن النوفلز اللي اكتبهم فيما بعد وصفة الاستعمال الفرنسي والوحشية انتاعه ووصفة أيضا الحرب لحماية الشخصية الجزائرية والحرب من أجل الاستقلال وما خلفته هذا الحروب the new Algeria after independence and the plight of the Algerian immigrant worker in France ما خلفته الحروب والجزائر بعد الاستقلال والهجرة انتاع العمال إلى الجزائريين إلى العمل في فرنسا إذن كل واحدة على وش تعبر وكل واحدة على وش كتبها he wrote for those who are deposed through economic exploitation إذن محمد ديب اكتب الكلش كل حاجة اكتب لها اكتب كيفاش رابط الأخوة بين الإنسان والأخوة في الإنسانية كيفاش تطور بزاف حوايج مهم كل حاجة كانت قبل الحرب بعد الحرب اكتبها وفي نوفل وخلها ليومنا هذا إذن نوفلز هما قصص وروايات الكاتب محمد ديب ديب شاف روحه كشاعر أساسي he wrote several collections of poetry يكتب بزاف مجموعات من الشعر هو أيضا شاعر يكتب الشعر ومعروف به he was also the author of a film scenario and two plays أيضا كان كاتب لسيناريوات الأفلام وكتب سيناريو تحفيلم ومسرحيتين plays هو play هي المسرحية plays هنا two مسرحيتين إذن هذا هو النص حول محمد ديب إذن عدنا ثينلي كالسنج بيوتيا أنسيكلوبيديا بريتانيكا فابريواري 25 2016 إذن النص مأخوذ من هذا العنوان هذا العنوان راح نشوفوهم بعد وشنو هو إذن شوفوا معي الآن نقرأوا الأسئلة كاملة ومبعد نجاوبوا عليها هنا عدنا البابليغرافيكل نوت من التكست 1 and 2 رايحين نعمروا التايتل تحت النص الأوثر اللي هو الكاتب سورس مصدره date of publication تاريخ نشره وtype of document نوع الوثيقة هل هي blog article press article or web article نشوفو التمرين الثاني هنا لصورة ماهيش بينتلهم يتبعوا في الكتاب I read text 1 نقرأوا النص أول again and answer the questions in my copybook رايحين نجاوبوا بي صحيح أم خطأ ديب was a playwright like Shakespeare a fiction trilogy is a series of three novels forming a continuous story صحيح أم خطأ run on the white shore and Hebel and the Loom are the three novels which from ديب's trilogy صحيح أم خطأ هنا ركزوا أثناء الإجابة لهذا التمارين the trilogy tells about Algeria during the period 1954 and 62 هل صحيح أم خطأ رمي بينوا في المدة ما بين 54 و 62 هنا شوفوك تقرأوا الجوم الحوسوا عليهم في النص رحين تلقوا الإجابة إي the trilogy showed how the Algerian people became a war of the necessity to fight for freedom حوسوا على هذا الجملة في النص رحين تلقوها إلى صحيحة أم خاطئة الجملة الأخيرة ديب wrote for the rich not for the poor قال لك ديب كان يكتب يكتب لي الأغنياء وليس لي الفقراء هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة تمرين الموالي who or what do the words in bold type in the text refer to عدنا كلمة مكتوبة بالخشين بالخط الخاشين أو الغاليض في النص على واش تعود دائما أقرأوا وشكاين قبلها تلقاوا الإجابة look up the word plight and copy out its meaning رحين تشوفوا كلمة plight في الفقرة الثانية وتستخرجوا المعنى انتحا من خلال الفهم انتحكم number four which tenses are used in the text ما هي الأزمينة المذكورة في النص can you justify why the writer has used them رحين نشوفوا على الكاتب استعملهم في هذا النص ما هي الأزمينة اللي رحي موجودة في النص وعلاه كتب بها الكاتب موجودة في صفحة واحد ورابعين find in paragraph two the opposite of early رحين نلقاو في الparagraph two الopposite انتح كلمة early اللي رحي موجودة في الparagraph one find in the text the words that are closest in meaning to the following رحين نلقاو كلمات تشرح هذه الكلمات من النص عدنا dramatist tells a story the fight describe the human race considered writer and many كل وحدة رحي في الفقرة المذكورة رحين تلقاو لهم شرح انتحهم أيضا من النص في كل كلمة رحين تلقاو شرح انتحها في كل فقرة مذكورة أمام الكلمة ركزوا مليح هنا كلمة سهلة وبسيطة كي تشرحوهم خلوهم في ذاكرتكم ننتقلوا الآن إلى التمرين الموالي نقرأوه مع بعض what type is the text ما هو نوع النص عدنا descriptive narrative prescriptive and argumentative نوع النص هنا نمط النص هل هو وصفي أم سردي أم حجاجي أم عدنا a combination ولا a combination of different types ولا هو متكون من مزاف أنماط كين أنماط مختلفة لإذا كانت الإجابة yes if yes which ones إذا كانت الإجابة نعم فما هي الأنماط اللي راهي مخلطة في النص explain and justify your answer رايح تشرح على كين خالية بين نمط أو بين نمطين أو أكثر وتمد هنا تفسير ولا تمد أمثلة من النص حول هذه الإجابة لازم تبرر الإجابة نتاعك أوكي وشنو هي الفقرة اللي راهي مذكورة فيها مجموعة من المواضيع اللي استعامل معها محمد ديب في الروايات انتعوا which of ديب's novels was made into a famous Algerian TV series in 1974 كان واحدة من نوفل ساموحمد ديب داروها مسلسل في التلفاز في عام الربع وسبعين I search the internet if I don't know the answer تحوسوا في الانترنت إلا ما لقيتوش الإجابة هو فيلم أو مسلسل اللي لقى إجابة مهم تكون في الربع وسبعين هذه هي الأسئلة الآن ننتقل إلى الأجوبة إذا عدنا the bibliographical notes title هو محمد ديب the author هنا مكاش لأنه هنا موجود فقط thinly كالسينج بيوتيا لهو اسم الكاتب هنا بلك يتخلط لكم ما يقدروا شي فرقوا لأنه اسم شوية غريب عدنا source هنا انسي بلوكبيديا بريتانيكا الموضع أو الموقع اللي راهي مأخوذة منه date of publication عدنا February 25 2016 اللي هو تاريخ النشر هنا في type of document نوع الوثيقة هنا هو web article هنا وقع بزاف استفسارات العام اللي يفات في الفيديو اللي سبق انشرته العام اللي يفات باللي اللي قالوا للأستاذة ما هوش web article والأستاذة في القسم قالت ما هوش web article web press article كل واحد وش جاوب هنا هو web article على web article مأخوذ من الانترنت لأنه هذا الموقع لهو انسيكولوبيديا بريتانيكا هو انترنت سايت موقع إلكتروني توقف عن النشر في الفين واثناش أوكي توقف عن النشر إذن هذا المقطع أخذ منه إذن هو web article لازم تتناقش مع الأستاذ انتاعك لأنه في بعض الأحيان الأستاذ يقع في الأخطاء task 2 إذن هنا عدنا الإجابة بtrue أو false إذن عدنا A true أوكي B اللي هي هي مجموعة من الروايات كل روايات تكمل الأخرى إذن هنا true عدنا C false D false E true و F false هنا عدنا هيز تعود على محمد ديب عدنا وتش تعود على early fiction trilogy ومبعد the trilogy المذكورة في النص عدنا la grande maison l'incendie and the loom وإت تعود على the war of independence الحرب من أجل الحرية وهنا عدنا هي تعود على محمد ديب وهي أيضا تعود على محمد ديب إذن هنا عدنا plight هنا شرحنا synonym من تحها من النص عدنا bad dangerous and difficult situation وضعية صعبة أو شيء سيء ولا شيء خطير هي plight إذن هنا ما هي الأزمينة اللي استعملها الكاتب the tenses are استعمل present simple والpast simple على استعمل present simple he used this tense to describe the contents of محمد ديب works استعملوا باش الماضي الماضي البسيط لأنه هنا تعامل مع الكاتب أو الراوي أو الشاعر محمد ديب لهو الآن متوفي عدنا الجزء تعال page عفوا تخلطتلي الهدرة 41 عدنا early عكسها later عدنا شرح dramatist لهو playwright كاتب مسرحيات أو شخص درامي tells a story recount هنا تخبر قصة أو تروي قصة the fight لهو الحرب أو القتال سنوني منتحه the struggle ولا the war عدنا describe عدنا portray the human race human kind ولا mankind الجنس البشري أو العرق البشري considered viewed يشوف writer اللي هو author وعدنا many سنوني منتحه several معنى تحويت كان منهم بزاف هذا هو الشرح ما هو النمط الغالب في النص هنا الإجابة هي الإجابة الأخيرة هو a combination of هو مزيج ما بين narrative and descriptive وصفي وسردي عليه وصفي وعليه سردي the text is narrative سردي because it tells about محمد ديب's life by giving some biographical information هو سردي لأنه حكنا على حياة محمد ديب من خلال أنه أعطانا نتع النوفل نتع محمد ديب إذن هو مزيج ما بين narrative و descriptive إذن نمبر 8 the paragraph is number 2 الفقرة الثانية بعد قال لك وشنو هو النوفل اللي داروها فيلم ولا مسلسل في الربعة وسبعين إذن هنا the big house اللي هي الدار الكبيرة داروها فيلم الطويل was made into a famous Algerian TV series باي مصطفى بادي في الربعة وسبعين مصطفى بادي ولا مصطفى بادي رح لي اسمه هنا ولكن أظن أنه مصطفى بادي هو اللي حط الفيلم المنزل الكبير والدار الكبيرة اللي تفرجناه كامل ومعروف في فوتوه في التلفزة الجزائرية إذن هنا فيلم معروف إذن هذا هو الحل تحاد التمارين نتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يفيدكم وتستفادوا نتلقوا في الفيديو القادم لرح يكون قراءة وشرح وتكملة نص صفحة 41 وهو نص آخر ومحتوى آخر كامل إذن أترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على خير والله ولي التوفيق